مين فينا ما يعرفش برامج الحماية من الفيروسات للكمبيوتر وقد ايه هي مهمة جدا او لازم تكون مثبتة عندك جنب الويندوز ديفندر الخاص بالويندوز بتاعك لان ده ببساطة جدا ان الويندوز ديفندر غير كافي لحماية جهازك ضد الفيروسات الضارة اللي بتبقى موجودة دايما بتحديث جديد على الانترنت كل يوم وعلشان كده وبشكل مميز وسريع جدا انا جبتلك النهاردة ان شاء الله برنامج افضل واقوى وامسل حاليا لحماية جهازك من جميع انواع الفيروسات الكتيرة جدا الموجودة على الانترنت بتحديث جديد يوميا بالاضافة ان الى ان البرنامج ده فيه مميزات كتيرة جدا مقارنة باي برنامج تاني منافس ليه ما تروحوش بعيد وانتظروا الشرح للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباق في الله من كل مكان يا رب تكونوا بخير ان شاء الله ندخل في موضوع الدرس على طول النهاردة زي ما انا اكلمت في مقدمة الفيديو ان ان شاء الله معايا برنامج فعلا جبار جدا لحماية جهازك من جميع انواع الفيروسات الموجودة حاليا في الانترنت بتحديث جديد يوميا لان فيه انواع جديدة نزلت اوي فانا بدور على طريقة الحماية الاول عشان تقدر تشغل على الجهاز بتاعك البرنامج اللي معانا النهاردة والمقصود به من مقدمة الفيديو هو المالوير هانتر والبرنامج ده جميل جدا ان شاء الله لنك تحميل البرنامج هتسيبه لك فيه صندوق الوصف اصفل الفيديو هتحمل البرنامج عادي وهتبتدت تسطبه بالطريقة العادية نيكست نيكست زي اكينك بتسطب اي برنامج معلش عشان انا لما باشرح طريقة التحميل والتسطيب فيه ناس بتقول ان انا بطول في وقت الفيديو قوي فانت هتحمل البرنامج عادي ان شاء الله من الوصف من اللينك اللي هسيبولك وتسطبه بالطريقة العادية هنفتح البرنامج معانا بعد ما بتسطب البرنامج بنزل معك بالطريقة انت شايفها دي اسمه مالوير هانتر بغضة دابل كريك كده دي الوجهة الرئاسية البسيطة جدا للبرنامج اول حاجة معانا بس هتقابلنا كده ان شاء الله تحت هنا انت هتبقى تلاقي كلمة اكتف ناو فانت لو جبت مفتاح تفعيل هيبقى من هنا يعني تضح الى اكتف ناو ويتحط مفتاح التفعيل بتاعك بحيس ان هو يكون فعال معاك بالنسخة البرو ولكن النسخة المجانية فيه كافية جدا انها تحمي جهازك تماما من اي فيروسات در تجيلك من على الانترنت نرجع تاني الوجهة الرئيسية البرنامج زي ما انا قلت دي الوجهة الرئيسية قبل اي حاجة خالص هنا بيجي هنا على كلمة protection دي لو انا ضغط عليها كده اهم حاجة بعمل دي مش قف طب ليه بعملها مش قف لانه اما بنا بعمل دي اوتوماتيك كده بدا انه هو بيعمل لاي ملف ينزل من الانترنت اوتوماتيك لوحده بدون اي تدخل منك اي ملف ينزل يتدي البرنامج يشتغل عليه اوتوماتيك لوحده تاني حاجة انه بيعمل لاي فلاشة بتركب على الكمبيوتر او كارت او اي خارجي خارجي مسلا برضو اوتوماتيك بوتون انت تدخل منك يبقى اي ملف ينزل او اي هارد يركب بيبتد ان هو يشتغل عليها اوتوماتيك يعمل لها سكان لو فها اي فيروسات يحجزها او يدلتها اوتوماتيك. بنرجع تاني للواجهة الرئيسية واللي هو الفيروس سكان. الفيروس سكان دي طبعا دي الواجهة الرئيسية للبرنامج. عندنا فيها تلات ايكونات وهو الكويك سكان الفول سكان والكوستم سكان. هنشرح كل واحدة. اول حاجة معنا وهو الكويك سكان وده ايه ده الفحص السريع للكمبيوتر. وده مسلا بيتاكد ان ملفات النظام بتاحتك شغالة كويس وما فيهاش اي ضرر ما فيش حاجة مصابة باي فيروسات او اي حاجة. فده كلمة الفحص السريع. بيعمل الفحص السريع للجهاز عندك بصورة سريعة جدا. تاني ايكونات معنا وهي ايكونات الفول سكان. وهو بان طبعا من اسمه على كلمة تب بيعمل ايه هنا? ده هو بيعمل من اسمه كده بيعمل فحص او سكان كامل لكل مكان عندك فيه الكمبيوتر بتاعك. ولكن هتاخد وقت شوية. يعني ايه يعني على حسب الملفات الموجودة عندك على الجهاز بتاعك او على البرتشن بياخد وقت فيه المساحة شوية في ان هو بيشتغل. ده ده كله ليه? لا طبعا لان هو بيعمل فحص الحتة حتة فيه الملفات الموجودة عندك على الجهاز. وطبعا انصحك بيها لو انت شاكك في الجهاز بتاعك او ان عليه فيروسات. اا انصحك ان انت تشتغل به الفول سكان. تمام? اجي هنا التالت ايكونة وهي سكان. ايه هي دي اللي هي لو انا مثلا عايز احدد ان انا اللي اتحكم فيه ان انا عايز اعمل سكان على فولدر معين او على معين ببتدي ان انا انزل كده اختار اللي انا عايزه مثلا اي انا عايزه واقول له اوكي هنا كده وبيبتدي ان هو يعمل عليه سكان اوتوماتيك لوحده ليه ده بس. يبقى انا ما بعملش غير على ده بس. يبقى من هنا ان انا بحدد اي او اي انا عايز اعمل عليه بس مش عايز اعمل على كل الجهاز بتاعنا. لو قبل ما نسيب الصفحة دي لو نزلنا تحت كده على كلمة هنا دي ايه دي اللي كده سلت مهملات خاصة بالبرنامج او بمعنى صح الفيروسات اللي هي تم العصور عليها اا من خلال البرنامج بيحجزها لك انا مش بيمسحها اوتوماتيك او بتريقة مباشرة طبعا لان ليك الحرية انك ممكن تعمل لها دليت انت او ممكن بتعمل لو في برنامج انت شايف ان هو مش ممكن انت تعمله استعادة تاني ليه ملفات الجهاز عندك او ليه المكان بتاعه. تاني ايكونا معانا ايه هي او التاني قايمة معانا وهي قايمة ايه هي دي فيها كده شوية مليانة مميزات من البرنامج طبعا جميلة جدا كلها اول قايمة معانا وهي قايمة طب ايه قايمة دي عم احمد دي جميع البرامج اللي بتشتغل مع الويندوز يعني ايه شفت انت لما بقول لك مسلا من اللي هي بتكون بمهام المكان ده لو انت اللي بتشتغل معك في البداية وانت بتقدر تعمل لها من هنا فهو هنا البرنامج جابها لك دي جميع البرامج الموجودة عندك اللي بتشتغل مع بداية الويندوز بتاعك وبتبتدي ان هي ايه ان هي بيكون متققلة شوية تمام يا شباب فانت انت هتفتح دي وتشوف البرامج اللي انت مش عايزها عايز تعمل لها اعمل لها وصيف اللي انت عايز واسه يشتغل الجهاز. تاني حاجة اللي هي ودي لو احنا دستنا عليها كده. طب ايه هي تاني ايكونة دي? دي مهمات مجدولة. يعني ايه? يعني كل برنامج من دول من البرامج اللي قدامك دي بيكون لي مهمة انه ينفزها. فبتكون مجدولة. وزهرة معاك هنا. فانت برضو تقدر من هنا تقفل اي برنامج او مهمة مجدولة على اي برنامج انت مش عايزها. دي تاني حاجة طيب. التالت حاجة معنا ايه? وهي طيب ايه هي دي عم احمد. دي الخدمات الخاصة بالبرامج المسبتة عندك. يعني ايه? يعني مسلا في برنامج بيكون ليه ملفات في النظام. نركز بيكون في ملفات للنظام. فالملفات دي بيكون شغلة معاك في الخلفية على حس البرنامج ده. تمام يا شباب? فانت من هنا لو عايز توقف اي خدمات خاصة باي برنامج عندك على الجهاز. هتبتدي برضو ان انت تخش توقفها من الطريقة دي. وده بيساعد على سرعة وتحسين الرماس وبيقل الضغط شوية على الهارد بتاعك ويسرعة الجهازة. دي كده كانت التالت حاجة اما رابع حاجة معنا السيستم سيرفز. السيستم سيرفز هنا من الاخر كده دي انا انصحك لو انت مش عارف اي حاجة هنا فبلاش تقفل اي حاجة علشان ما تعملش المشكلة في الويندوز. برضو ده السيستم سيرفز دي اللي ينطبق عليها ينطبق على البلاغ انس والنيتورك بيرفورمانس. نيجي بعد كده لالكايمة اللي بعد كده وهي قايمة الكلين اوب. طيب ايه هي قايمة الكلين اوب جميلة جميلة جدا ودي مهمة جدا لانه بينا ينضف لك اي ملفات او برامج كانت متسطبة قبل كده موجودة في ملفات او برامج انت مسطبها ومش بتستخدمها. برضو بنعمل من هنا البرامج اللي انت مش عايزها وده هيفرق معاك طبعا في صورة الجهاز الهارد بتاعك. اه الحاجة الجميلة التانية اللي هي وهو ايه اللي هو بيعمل اه تنظيف له ملفات النسخة المهملة او مستخدمها. ملفات براوزر اي براوزر عندك اللي بيكون لي ملفات برضو موجودة في السي شغلة مساحة ومش شغلة او اي جزور برضو بتدي ان انت تعمل صحة كده. اخر بعمل ايه اسكان. البلاك دي برضو بيكون لها ملفات خاصة بيه النزام جوه. تمام يا شباب ايه بتدي اعمل اسكان بيبتدي هو ان هو يعمل لي اسكان على كل علامات الصح اللي انا اخترتها دي. بعد ما بيخلص كده بيبتدي ان انت تعمل هنا بيبتدي خلص وهي سريعة جدا بس بيبتدي سرع معك بصراحة الجهاز بطريقة اسرع جدا اخر حاجة معنا وهي قائمة اللي معنا دي قائمة دي فيها شوية مميزات حلوة او برضو اهمها ان هي هنا من كامل اولا دي ان انا اقدر اغير اللغة للغة العربية من هنا كده زي ما انت شايف بيبتدي البرنامج ينزل معك باللغة العربية. اه تاني حاجة معنا وهي فحص الفيروسات. فحص الفيروسات دي فيها حاجة مهمة جدا جدا وهنا بيقول لك فحص الملفات المدقوطة في الفحص الكامل. يعني لو عندي اي ملف او اي ملف تاني مدقوط بيبتدي ان البرنامج يشتغل عليه اوتوماتيك بدون فك ضغطه حتى لو هو لسه نازل من عندك. تاني حاجة معنا وهو الفحص المجدول ده ان انا ممكن ان انا اقدر اعمل فحص مجدول مسلا كل تلات اربع تيام او كل اسبوع مرة ان البرنامج ده بيزبط الوقت بتاعه فحص سريع ولا فحص كامل. وابتدي اعمل له الجدولة بتاعة انا عايزه كل قد ايه? ومسلا ببتدي ازبط اليوم والوقت بيبتدي اشتغل بس طبعا يعني ما حدش يقول ان هو مش تعالش معي والجهاز ماط فيه. كايمة السقة دي ايه? كايمة السقة دي من هنا انا ممكن ادوس اهنا على كلمة اضافة مجلد او اضافة ملف كده. ولو انا عندي مسلا اي ملف انا واصل فيه ان هو مش متفيرس او اي حاجة بحيس لما اجي اعمل على الجهاز عندي ما ياخدش الملف ده ويضيع لي وقت. تمام الشباب دي كل الاعدادات الخاصة طيب في ايه اللي هيبقى لي هنا فيه عالت شرط فوق دي كده اللي انا ضغط عليها. وانزلت على السجل هنا كده من هنا بيجي لي ايه هو فحص كام مرة عملت فحص الفيروسات السجل الخاص بالملفات اللي انا حملتها النهاردة مني على الانترنت. حذر السلوك. طب يعني ايه حذر السلوك دي لو انا مسلا شاكد فيه سلوك برنامج معين الاول لما نزل البرنامج اتعرف عليه وعمل له سكان وكله تمام. فهنا حذر السلوك ده لو البرنامج عمل اي حاجة او استقبل اي فيروس او حصل به اي حاجة بيجي لك هنا حذر السلوك بيقول لك البرنامج الكزا عمل كزا كزا بطير ان انت تشيله. اخر حاجة هنا هو هي التحديث للمنتج ويسجل التحديث لقاعدة الفيروسات عندك. ده كده كل حاجة هنا في البرنامج. طيب ايه تبكى حاجة واحدة بس وهو الشريط الجميل ده اللي هو بيبقى معاك على الديسكوتوب وده جميل جدا. من هنا اقدر اعمل بدل مفتح البرنامج واخش واعمل. من هنا بقى اقدر اعمل مرة واحدة لجميع الهارد عندي. ومن هنا لو انت عايز تبحث عن اي حاجة. دي البرامج اللي انت استخدمتها مؤخرا على الديسكوتوب او على الجهازة النهاردة بيكون موجودة معاك هنا. اما ده وهو المستندات اللي انت استخدمتها مؤخرا النهاردة برضو او خلال كم يوم. التلت شرط اللي هنا دول لو انا ضغطت عليها كده بيبتدي يقول لك هنا. لو انت عايز تخش تعمل على طول. وهنا الالوان بتاعة الخلفية اللي انت شايفها دي ممكن اختار اي لون من هنا كده وتبتد اللون وتقفف اللون. ودي ودي لو انت هتخرج خالص من البرنامج. يا رب يكون البرنامج عجبك وافادك ومتخلوش يقف عندك وعمل شير رغي لك عشان يستفيد. اه ومتبقاش بخيل معي وانزل اعمل لي لايك على الفيديو واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. شكرا السلام عليكم.